ليست صوراً في معرض تشكيلي فحسب إنها تجسيد مرئي للمأساة اليمنية وما تسببت به الحرب من فضائع وانتهاكات بحق الطفولة يحاول هذا الطفل الوقوف على ساق صناعية بعد أن فقد قدميه إثر قصف جوي للتحالف بصنعاء محاولة تمنحه نصف ابتسامة وأسى مثل هذا الطفل كثيرون وجدوا أنفسهم في حرب الكبار التي سلبت سيقانهم النحيفة وأقدامهم الصغيرة تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 80% من المرضى في مراكز أعادة التأهيل البدني هم أطفال يحتاجون إلى خدمات الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام نتيجة فقدهم بعض أطرافهم أو تعرضهم لإصابات بالغة بألغام ميليشي الحوثي أو قذائفها الحكومة أوقفت دعم الموجه لمراكز الأطراف الاصطناعية بحجة عدم وجود ميزانية والمنظمات الخيرية كثير منها أغلقت أبوابها بسبب الحرب وبات من الصعب الحصول على المساعدة كل ما تلخص العدسات هنا تصعب ترجمته بالكلمات فالحياة تبدو أشبه بالجحيم في بلد واقع تحت الحرب والحصار للعام الخامس ويعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم كما تقول المنظمات الدولية فيما تضرر بسبب الحرب ستة ملايين طفل بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اشتركوا في القناة